المؤتمر اليوم سيتحول إلى شكل دوري و في المرحلة القادمة سيكون بإذن الله أسبوعيا لإبراز آخر المستجدات كل ما يتعلق بالأحصائيات ما يتعلق بالنصائح ما يتعلق بأوضاع العالمية والمحلية بشيء من التفصيل و بما يهم مجتمعنا كما تعودوا بإذن الله في المراحل السابقة طبعا دورية المؤتمر تخضع لعدة عوامل منها الرصد الذي يتعلق بمستوى المتابعة و الأثار و المستجدات أيضا التي تتقع في الوضع و أخبار هذا الفيروس و تسارعها خفت تسارعها الآن و بحمد الله أيضا دخلنا في مراحل مقبلة مختلفة فرسائل ستواكبها بإذن الله هذه النقطة و حديث الساعة اليوم الناس ودها كلها أو تعرف يعني الأسباب التي دعتكم اليوم إلى البدء بتخفيف هذه الإجراءات يعني ما الذي يفسر و يبرر هذا الأمر في الوقت الذي ترتفع فيه أعداد الإصابة بشكل يومي و بعدد كبير يعني فوق الألفين حالة تقريبا يوميا يعني الناس تسأل إذا كانت عندنا حالات اليوم أعدادها كبيرة ليش نعود و نخفف الإجراءات و نبدأ نفتح البلد والاقتصاد و نفتح الحضر ليش ما سوينا كده لما كانت الحالات الإصابة قليلة جميل طبعا ما يتعلق بقضية التعامل مع الجوائح هي تمر بمراحل أول مرحلة الجائحة ناشئة الفيروس ناشئة المعلومات عنه قليلة مخاطره و قوته و طرق انتشاره الجاهزية و الاستيعابية و القدرة أيضا في الأنظمة الصحية عالمية أنا أتكلم في مواجهات مختلفة العالم في البداية كان يرصد عشرات الحالات مئات الحالات على العالم كله اليوم نحن نتكلم على مئات ألف حالة أقل أكثر بشيء بسيط يوميا يسجل مع ذلك العالم كله متجه إلى العودة لكن لماذا؟ لأن العالم أصبح اليوم معلومات هذا الفيروس أكثر قدرات العالم أكثر طبعا من تأخروا في المرحلة الأولى أي دولة أو نظام صحي يتأخر في تطبيق عنده نشوء الجائحة الاشتراطات والإجراءات بشكل استباقي و قوي قد يتعرض نظام الصحي للإنهيار و تكون فقد الأرواح هائل جدا و لضرار الصحية خطيرة و هذا ما حصل في أحداث محددة في العالم لكن عنده الإجراء المبكر يتجاوز الدول المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية المجتمع أكثر وعي أكثر قدرة أفهم الكلام كنت دراستكم للتركيب أيضا بقيتم أن الفيروس اليوم أصبح أقل شراسة في السعودية كما هو الحال مثلا أعلن في إيطاليا على سبيل المثال بأنه بالفعل أصبح اليوم أقل شراسة هل الموضوع بهذا الشكل؟ الفيروس لم يرصد فيه تحورات غيرت من قوته و شراسته و هناك دراسته على موضوع النمط المختلف لإحداث المرض لكن الواقع اليوم سرعة الانتشار قلت العدد يمكن كثر لأنها طبيعة المنحنة في العالم بعد مرور كل هذه الأشهر لكن السرعة تباطأت بالذات أن أتكلم عن المملكة العربية السعودية و سبب التباطأ هو الإجراءات الاحترازية والاستباقية والتزام المجتمع فيها فأصبح الوقت اللازم لكي يتضاعف العدد يجده المختصين و يجده المهتمين و يجده الخبراء الحمد لله بدأ يتباطأ و ينخفض و هذا يدل على وجود أثر إيجابي في التحكم و السيطرة و خفة الانتشار داخل المملكة مناعة القطيع هي أسلوب طريقة تعامل كذلك صحية و يتم العمل فيها و عمل فيها في بعض الدول اليوم تنتهج السعودية هذه الاستراتيجية نقدر نقول كذا طبعا المنهجية باستخدام طريقة مناعة القطيع عند النشوء قبل استخدام كل هذه الإجراءات كانت خيار لمن يختاره من الأنظمة الصحية أما في هذه المراحل نحن في مراحل المضي من مرحلة إلى أخرى بالتدريج الملائم للتعامل بقوة السيطرة و التحكم و أن يكون هناك دوما استيعابية لتقديم الحالات الرعاية لمن يحتاجها و تتطلب له لماذا مكس تثنيت من القرارات دكتور محمد؟ طبعا كافة المناطق في المملكة خاضعة من البداية إلى اليوم و إلى المراحل القادمة إلى تقييم مستمر تقييم له علاقة بالسرعة الانتشار تقييم له علاقة بعدد الحالات الاستيعابية و القدرة للتعامل معها بشكل يحفظ الأرواح إلى أعلى ما يمكن بإذن الله كل هذه المؤشرات و غيرها عوامل يتم قياسها عندنا مستويات للمخاطر و تقييمها و على أساسه يتم وضع و رفع الإجراءات و نعلم أنه تم إجراءها في مواقع في المملكة قبل أخرى و مدن قبل أخرى و كنا في مراحل حتى قبل الحضر أو منع التجول الكامل نجد تفاوت في مناطق خاضر لهذا التقييم أنا عندي خليني أستفيد من الأرقام المنشورة في موقعكم في وزارة الصحة هي تحدث بشكل يومي يعني و خليني أدخل معك في الأرقام في التفاصيل يعني الرياض تشكل 21.7% من العدد الكلي لحالات الإصابة أو صحح لي ترى إذا كان معلوماتي فيها خطأ مكة تشكل 19.45% من المئة من الحالات المسجلة بشكل عامل مدينة 9.3% يعني 12.43% من المئة جدة 16.6% من العشرة في المئة مكة فيها عدد وفيات أكبر بالرغم من أن الحالات المسجلة يوميا هي أقل من الحالات الموجودة في الرياض على سبيل المثال ممكن نعرف الاسباب؟ طبعا لو نظرت إلى التفاوت الموجود بالإمكان أن نقيص الرقم من أول يوم إلى اليوم ونقوم بنظرة على العدد التراكمي لكن المسألة دائما خاضعة لكيف هو الترند أو المنحنة خلال آخر ثلاث أيام آخر أسبوع هل هو صاعد هل هو هابط كمنسبة التغير اليومية متابعة ومراقبة لها بالكامل قد تجد نسبة منطقة من مناطق المملكة أو واحدة المدن التي تسبق مثلا إغلاقها في أي مرحلة من مراحل السابقة قد تجدها اليوم داخل في مراحل التدريج رغم أنه كانت في مرحلة سابقة فيها انتشار وفيها تفشي وفيها رقم كبير وفي وقته يمكن كانت النسبة عالية أو لا تزال مقارنة بمدن أخرى ولكنها لم تخضع نفس الإجراء دائما الوضع الراهن بأين هو نسبة التغير اليومية وكم هل هي تصاعدية أم في نزول لو نلاحظ الأعداد قد تكون الأعداد صح نسبة معينة الآن في هذه المرحلة أعلى لكن قد تجد الترند هابط في الأعداد أيضا لا ننسى القدرة الاستيعابية للحالات نوعية التفشي هل هو تفشي في أماكن محدودة انتشار في أماكن محدودة هناك قدرة للسيطرة عليها ولا في صعوبة في مدى الانتشار وصرائة الانتشار يلزم منه إجراء احترازات تمكن هل هذا يفسر بأنه مثلا أنت تخدت إجراءات عزلة الكثير من الأحياء معينة في مكة وفي المدينة وأنه أرقامها أقل من الرياض الرقم أكبر في الرياض بس ما تخدت نفس هذه الإجراءات في الرياض العاصمة الإجراءات طبعا لو تلاحظ سواء على الأحياء الإحياء في مكة وفي المدينة وفي مناطق أخرى في المملكة طبعا أجريت هذه الإجراءات أيضا تجرى على مباني محددة لو كانت في نطاق مبنى وليس في نطاق حتى حي فمتى ما لازم إجراءها على أي نطاق جغرافي معين إذا وجدنا فيه عدد من الحالات نرصدها في المجتمع كلها ترتبط ببؤرة محددة هنا لابد من حماية هذه الأرواح الموجودة في هذه البؤرة من خلال تطبيق هذه الإجراءات لأنها تمكن الكوادر الصحية من الوصول ومن التقييم الجيد وأيضا تقليل الانتشار في مباني الناس هو ما نجحتم فيه بشهادة الكثير بشكل كبير عودة مكة للحياة أسوى ببقية المدن متى تتوقعونها؟ أو إذا كان هناك معايير وأهداف معينة لازم تصلوا لها حتى يتحقق ذلك طبعا لاحظنا في ما تم إعلانه بتفاصيله بأوقاته بأن هناك أيام من انطلاق المراحل وبعدها تبدأ مراحل بضع أسابيع لكل مرحلة اللي بعدها مكة تم إعلان الإجراءات المتعلقة بها ولكن من المهم جدا هنا أنا أشير إلى نقطة أن الأسابيع القادمة كل يوم بل كل ساعة هناك رصد مستمر لمكة المكرمة للرياض للمدينة المنورة لحائل كافة مناطق المملكة لا توجد منطقة إلا وفيها رصد مستمر على مدار الساعة أي منطقة سنلاحظ بشكل استباقي بإذن الله أنه يحتاج أو موقع داخل هذه المنطقة إلى أي تدخل نطمئن الجميع القدرات موجودة على أن نستطيع رصد أي شيء بشكل استباقي ولحماية للجميع لو لازم إعادة الإجراءات يعني الاتجاه هو الأمام نحن منطلقين للأمام للعودة للحياة ولكن مسؤوليتنا جميعا طبعا بالتباعد الاجتماع هذه مسؤولية كل أفراد المجتمع لو لازم أن نعود خطوة في أي مكان لحماية الأرواح التباعد الاجتماعي والالتزام بالتعليمات الصحية كما جاء في القرار أبغفها مش معنى الالتزام بالتعليمات الصحية هل مسألة التباعد فقط ولا في إجراءاتي لازم تكون موجودة طبعا التباعد الاجتماعي علينا جميعا وهذا سبق التواصل فيه لا يمنع أن أشير له بسرعة ترك المسافات الآمنة سلوكات الصحية بتغطية الأنف والفم خاصة في الأماكن العامة وعند الخروج من المنزل هذا مؤكد جدا قضية نظافة الأيدي أن نبتعد عن أي تجمعات فيها أعداد غير مقبولة هناك أمور اشتراطات صحية تتعلق بالمواقع في العمل في المطاعم في أماكن التموينات في مقرات العمل وغيرها لكل موقع اشتراطات صحية معينة طمعا تطبيق هذه الإجراءات لا يوجد موقع من قبل جهة أخرى دكتور محمد ليس لي وزارة الصحة أسألك عن مسألة الكمامة يعني في بعض الدول فرضت هذه الفرضا على مواطنها سعودية ألا يمكن أن تتوجه إلى هذا الأمر أن تفرضه على الناس وبالتالي تغرم من يخالف أو من لا يرتدي الكمام طبعا في البداية نحن حقيقة نعول في كل هذه الإجراءات على وجود وازع ودافع داخل الجميع واستشعار لأهمية الالتزام بذلك والتأكيد عليه لكن كما تعلمون دائما ما نجد فيه من الظروف والمعطيات لزوما لاتخاذه لحماية المجتمع سبقا تم اتخاذ إجراءات ويتم اتخاذ إجراءات حاليا بوضع بعض الأنظمة والضوابط التي فيها تقييد وضبط ومخالفات لكل من يخالف ما فيه مصلح للمجتمع فالتقييم لذلك دائما مستمر ويتم اتخاذ الإجراءات فيه وفق ما تعطيه النتائج من تطبيق والتزام المجتمع منظمة الصحة العالمية حذرت الدول التي خففت أو تريد تخفيف إجراءات الحاضر باحتمال حدوث موجة ثانية للوباء موجة قد تكون أشرس من الوباء مدى صحية صحة وجدية هذه التحذيرات بالنسبة لكم في وزارة الصحة السعودية كيف تتحرك لمواجهة أي احتمالات لهذا الموضوع وكيف ممكن التوفيق بين هذه القرارات وبين هذه الاحتمالات وهذه التحذيرات طبعا الموجة الثانية أو حتى موجات متتابعة مدام الفيروس موجود ولا يزال جائحة أو حتى بعد مراحل الجوائح بوجود تحكم قد تحدث موجات لبعض الأوبئة بأن تعود بنسب معينة ولكن أن تعود الموجات بمستوى منخفض معدلات مقبولة أو في حدود القدرة للتعامل معها هذه أمور متوقعة وتحدث في كثير من الجوائح في العالم الخطر هو أن تكون الموجات عالية جدا وكبيرة أو أكبر من الموجات التي سبقتها أو لا تستوعبها القدرات الصحية طبعا قوة القدرات الصحية قوة الرصد الفحوص الموسعة قوة التقصي كل هذه الإجراءات ليس فقط بالكوادر المميزة والقادرة والكفوءة الوطنية أو من أشقائنا واصدقائنا الذين ينضمون مع بقية الفرق لتقديمها وأنما حتى بالتقنيات الحديثة التي سخرت وجعلت موجودة أيضا لدعم ذلك كلها تجعل من الجاهزية والقدرة أقوى وأفضل بإذن الله للتعامل مع هذا الفيروس في هذه الجائحة أو أي موجات لا قدر الله قد تقع اليوم يجمالي يجمالي الحالات أنا من أحافظ الرقم يعني أكثر من 75 ألف حالة بعد الحالات المعلنة اليوم إذا رجعت لتصريحات وزارة الصحة أو وزير الصحة تحديدا عندما تحدث بأن الأرقام قد تصل إلى 100 أو 200 ألف بعد هذه القرارات أنتم كيف تنظروا إلى الأرقام التي يمكن أن تسجل ماذا لو حصل وسجلت 100 ألف حالة في هذه الحالة كيف ستتصرفون لو تجاوزت 100 ألف إلى 150 أو 200 ألف أيضا كيف ستتصرفون طبعا الأرقام والمنحنيات التي سبق إعلانها كانت تتكلم عن حدود ما بين 10 ألف 20 ألف حالة إلى 160 200 ألف حالة كانت في فترة زمنية كان القلق من أن نصل لهذه الأرقام في أسابيع قليلة وكانت في الفترة يعني ما قبل شهر مايو في فترة أبريل لكن بحمد الله تم تجاوز تلك الفترة والرقم الذي سجل في تلك الفترة كان في المنحنة المنخفض وليس في المنحنة الأعلى طبعا تجاوزنا طبعا المنحنة المنحنة التواصل ولكن بحمد الله نحن لا نزل نسير بالمنحنة على حدود الدنيا لكن تقدمنا طبعا عن تلك الأرقام الآن نحن في مراحل التصريحات إلى مراحل أخرى بعدها أسألك سؤال أخير باختصار أنه تم توقيع اتفاقية مع الصين فيما يتعلق بالإجراءات الفحص اليوم في أي مرحلة هل بدأ فعليا العمل بهذه الاتفاقية مع الصين باختصار وأسف للي طالما نعم نعم وهنا لك طبعا مجموعة من الأجهزة والفحوص والمخبرية المتعددة التقنية المتقدمة ومنتشرة في مجموعة من مناطق المملكة وتخدم كافة مناطق المملكة والأعداد حتى اليوم تقترب من أربعة إلى خمسة أضعاف من خلال فقط ستة أسابيع إلى أربعة أسابيع ماضية في كمية إجراء الفحوص اليومية أشكر والقادم أكثر بإذن الله